طيب في البداية مجموعة مصر مجموعة يعني تعتبر مش سهلة خالص عاوز عارف شايفي ازاي وجود مصر في المجموعة دي وتوقعاتك لها والتشكيل اللي ممكن نلعب به بعد التسريب اللي حصل ايه بص هو بالنسبة للمنتخب الأمور ما عادتش بتكوز في كرة القدم ان فيه مطش سهل ومطش صعب يعني انا شايف ان كرة القدم مالهاش كبير انك تلعب كرة مفيش فرقة لها سوابت او عندها سوابت احنا كنا فين احنا السياد القرى طبعا بالنسبة للبطولات اللي عندنا ولكن فيه منتخبات جاي من بعيد في الجزائر في المغرب في تونس فبالنسبة لك انت معادش فيه حاجة اسمها سابط في كرة القدم فيه ناس عندها تطور عندها احنا بنعمل خطط للعيبة عندنا عشان يبقى عندنا محترفين زي صلاح والنيني وتريزيجي وغيره فبالنسبة لنا ان احنا بنقدم ده علشان يبقى فيه مرضوط طيب لمنتخب مصر ولكن احنا عندنا شوية المنتخب مش افضل حال بعد المنتخب اللي كان مع كابتر حسن الشحاتة خدنا 2006 و18 واجينا حصل فيه بعض الاعتزالات للعيبة اصرت على منتخب مصر شوي فاحنا بقى لنا بثلاث اربع بطولات لو بنوصل او بنروح البطولات دي او ما بنروحش ما بقاش عندنا السقة التمة في المنتخب ان احنا ممكن نقدر نعمل عايشين على تاريخنا التاريخ بتاع المنتخب ان احنا لازم ناخد البطولة دي ان احنا لازم دايما اي بطولة بندخل فيها او بنشارك فيها او تصفيات لازم نبقى مرشحين لان احنا منتخب مصر لكن هل ده موجود دلوقتي ان احنا قادرين نعمل ده احنا قادرين بس ما تقدرش تقول ان في مجموعة سهلة ومجموعة صعبة عشان انت لو استسهلت في الاول ما هتقابل الصعب بعدين انت محتاجة توصل للنهائية او او لابعد نقطة في البطولة كمان هنتكلم اذا هكذا لو تصعدنا من المجموعة دي مش عارفين هنقابل مين لسه انت عندك اشكالية انت رايح في البطولة دي انت لو طلعت اول هتلاعب فريق او منتخب من احسن التوالد اللي في المجموعة الثالثة او الرابعة او الخامسة لو صعدت تاني هنخبط في الجزائر او كوتفوار لو صعدت تالت هنخبط في مجموعة السنغال فاحنا عندنا الحسابات لأ ورد جدا احنا لازم ناخد المطشات كلها صعبة بحيث انه الصعب في الاول هيسهل بعدين لكن السهل في الاول هقابل انا معادلات صعبة جدا ومنتخبات تقيلة دخلة مرشحة ودخلة تنافس وانا شايف انه هما حتى كمان هما في التصنيف اعلى مننا انا شايف انه منتخب مصر قادر انه هو الخمل اللي موجودة مع الراجل خلاص هو اختار وهنتكلم على اختياراته وهنتكلم على تصريحاته اللي بيقولها لكن برضو نروح لحيات التشكيل مش هنقدر نسبق ونتكلم على التشكيل مبكرا لانه فاضل على اول مطش يوم 11 فاضل 7-8 يام ورد جدا يحدث اصابات ورد جدا السلية يرجع من اصابته ورد جدا يبقى في اي تطورات او تغييرات داخل التشكيل لكن لو اتكلمنا في القوام الرئيسي المنتخب مصر معروف انه يبقى الشنوي موجود يبقى اكرم توفيق موجود احمد فتوح وحجازي والوانشي دي ما عفيش عليها خلاف انني والسلية لو السلية مش موجود يبقى حمدي فتحي مرموش وصلاح ومصطفى محمد هي الحتة في مركز 10 او 8 بتاعت عبدالله السعيد دي اللي يبقى عليها خلاف وان كان الاقرب حتى هذه اللحظة الرجل انه عايز يدي عبدالله السعيد مش عايز يجازف ويجرب ترزيجيه في هذا المكان من البداية يعني ممكن يبقى ترزيجيه موجود زيزو بيلعبها بس هو ده الخاص بالتشكيل ونقدر نحسم هذا الامر قبل البطولة مثلا بيومين 3